أعاد فنانون سوريون في مخيم الزعتري بناء المعارم التاريخية لبلدهم السورية بعد أن دمرتها الحرب لسيما مدينة تدمر التاريخية من خلال عمل نماذج لتخليد ذكر تلك الأثار أطلق الفنانون مشروعا لصناعة نماذج مصغرة من هذه الأثار أطلق عليها عنوان سوريا تاريخ وحضارة الرغم من كل ظروف الصعبة على أرض المخيم الصحراوية آبت نخبة من الفنانين السوريين اللاجئين إلى أن تقيم في مخيم الزعتري معرضا تحت اسم سوريا تاريخ وحضارة ضم المعرض كثيرا من اللوحات الزيتية والرسومات والمنحوتات المميزة لمجموعة من أهم المعالم التاريخية والحضارة السورية التي دمرت على يد داعش الإرهابي إجت فكرة المعرض الأول أنه هو سوريا تاريخ وحضارة مشان نحفظ التراث الموجود عندنا ببلدنا نعرف الأجيال التي طلعت والتي إجت على الزاتري وما تعرف شيء عن بلدها نعرفها شو في عندها تاريخ وشو في حضارة ونفرج العالم كل الحضارات اللي مرت على أرض سوريا والخسارة اللي عم بتتم بهدم هالأثار هاي من الحرب الدائرة بسوريا قلعة حلب ومدرج بسر الشام ونواعير حمات وتمثال صلاح الدين الأيوبي وجسر المعلق وغيرها جسدها هؤلاء المبدعون على شكل مجسمات أخذت مكانها في المعرض ليشاهدها العالم أجمع وليشهد بأن هذا الشعب طموح وحضاري وأن إبداعه لا تنال منه المحن ولا يقفوا عند حدود مخيمات ولا يموتوا في رمالها طبعا أنا عملت مجسم دير الزور جسر المعلق بنعواد الخشب طبعا استغرقت العملية تقريبا ثلاثة شهر ونعم ما اشتغل عليه على ضو الفانوس ما كانش فيه كهرباء طبعا ونعم ما بشتغل فيه يعني كنت أغذى بالأحيان يعني تخيل نفسي أني أكون موجود أنه تعريف الناس سون بسوريا في محاولة لحفظ الهوية الوطنية لأنه ممكن الشتاء تضيع الهوية أحيانا كثيرة عوام من اختلف وضيح وإضافة إلى ذلك معزة مدينة حلب عندي وأهمية قلعة حلب وهي زي في شكل يعني يعني رمز وحدة السلسل الحضارية ولأن الفن ليس له مكان ولا زمان ولا حتى حدود أصر هؤلاء الشبان على بناء حضارتهم التي دمرها داعش لكي يعلم الجيل القادم من الأطفال أن التراثة هو الهوية والحاضر والمستقبل من قلب المعاناة وبإصرارهم استطاعوا إقامة أضخم معرض في تاريخ المخيمات نشروا فيه لوحاتهم ومجسماتهم على جدران الكارفان وعلى أرض المخيم محاولين التأكيد على تمسكهم بتراثهم وتطلعهم إلى مستقبل سوريا الذي يحلمون به من مخيم الزعاتري لأخبار الآن مصطفى الساحوري